آه! ليه كده؟ انتقيا يا بيت! قوليلي يا قلدي فين؟ أنا ضايخ عليهم من البارح! ما عرفش! ما عرفش! لا تعرف يا حلوة! قوليلي مكانهم فين؟ بدل ما اقتلك! ما عرفش! قولتلك ما عرفش! بص بقى يا حلوة! لو مولتيش مكانهم فين؟ انسي إخواتك! هقتلهم قدام عينيكي! أبو سيربن! إيه اللي أخواتي؟ ما بقى تتكلمي بقى يا حلوة؟ لو خايفة عليهم! هتكلم! هتكلم! ماشي يا حلوة! قوليلي عنواني! بس خلي بالك! لو طلع العنوان ده غلط يا شاطرة! هقطع خبرك انت وأهلك! عملتوا إيه؟ معرفناش نوصل نوهم كبير! روحت عن بيت البيت ياسمينة اللي قلتلكوا عليه؟ ربنا روحت بس هلايه بقى بالعمرة مقفول! يا غبية! طبعا العيال دي مش هتيجي هنا تاني! ولازم إحنا اللي نجيبهم ومن قفاهم! أنطر! تاخد الرجالة دي وتروح دلوقت! الصبح من نجمة! تقول عادي! أمرك يا كبير! يلا! يلا ياب! ايوة جاي! 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 إيوة جاي! اوة جاي! تقليل تعملوا دي اسموا اي! عالفين عايلي تقتحموا بيت وتتعادوا على صاحبو! تقولك ايه! تقليك معنا هنا! ولو بتقول خلاص علينا! حال يا رايز! بتستكردوني أنا بتتغيروا فوص مزورة في محلي أنا أنا اللي تلعن أمي ومساحت بلد كاماريها في مصر كلها لحد ما بقيت صاحب كاماريك يجي شوية عيل فرفير زيكم يتحكوا علي أنا أولا إحنا مش فرفير سيليل إحنا يعيش أجل تضرب واتي لك ورحمة أبوية لنقدمك على الجافة خالد خالد وذكت وذكت خلاص أسطوحي ما حصلتش حاجة الكل ده فلوسك عندك هي ون هي الكلام على كده خلاص أغاني إحنا المرادين ماشي أفرانجي بقى يعني خد اللي إنت عايزه اللي يخصك من الفلوس دي خده وعادي بقى لأنه ما حصلش وما يتكررش مالك يا بيت برضو مش عايزة تقوليني من اللي عمل فيك كده ما أنا قلتلك ياما وقعت وأنا جاية في الطريق وأنا مش مصدقاك ياما سبيني أنام بقى تعبانا تعبانا لا تنامي إيه مش قبل ما تاكلي أنت من ساعة مالكي مكلتيش ولا لقمة ياما بعدي الأكل ده عني مش طيق عشان مرحته لأ يا سوسو لازم تاكلي مش عاود أتفرج عليك وانت هفتنى كده مالك يا بنتي مش عارفة ياما مش عارفة دايخا دايخاوي بطني واجعني بطني الحمام ياما تعالي يا بنتي بنتي طميني يا دكتور مش خير؟ خير مبروك مبروك على إيه؟ على البيب اللي جاه في السكة انت حامل يا مدام حامل؟ أنا مستغرب انت زا ما خديش بالك دوخة ترجيع مسبتي مسبتي انت زعلان يا مدام المفروض نكتب المبسوطة من هنا ورايح تاخدبالك من نفسك ثلاث شهور الأولين في الحمام وأهم ثلاث شهور ما عمل ايه ربي في الموسيقى اللي أنا فيها ديه؟ جرا ايه؟ ما تنطقي يا سوسو انت جايباني على مالة وشي عشان تسمعي سكاتك انطقي قولي في ايه؟ انا ضعت يا سوسو ضعت وقيد جديد يعني؟ يا بيت فهميني انا اتضحك علي اتضحك علي وتصلمت من اخر واحد في الدنيا اصدق اني يقبل معي كده يا اختي احنا بيورد علينا اشكال والوان تكونيش قصدك على ولا صاحبك الكهاش والده؟ في ايه يا بيت؟ مالك انا عمري ما شفتك كده انا حامل يا ناروي بس بس اللي اميت سمعنا يا وقايتك السودة انتي ما قلت لاش؟ لقاي يولع في الورقتين وقالي مش هعترف بالودي اللي في بطنك وانتي ايه اللي وصلك لكده؟ ما قمنتيش نفسك ليه؟ كنت فاكرها جوازة زي اي جوازة لكن غطر بي طلع ندلي وهتعملي ايه؟ ما انتي لازم تتصرفي وتنزليه؟ مش عارف يا سوسو مش عارف اعملي ايه؟ هتكلم ولما يعدي عليك كم شهر وتبقى بطنك قدامك كده شبرين تلاتة هتمشي في الحرة ازاي؟ ولا هتقولي لامك ايه؟ مش عارف يا سوسو مش عارف بقولك ايه؟ احنا ندور على حد يكتب عليكي ورقة وقتي ما يديم سيبة لازم نخلص منها و بعدين امك و الشنخلة هنقول الناس ايه؟ ما انتي لازم تفكر بعنية عن هيبقى اكيد زعلن وضميرك بيقنبك على اللي عملت مع سوسو مبارح سوسو و انتي من اللي احكيالك لايه اللي حكيالك اخسة عليك دي بنت غلبانة جدا وبتحبك كمان على فكرة الغلبانة وبتحبني ماشي لكن تقولي انها حامل مني او ده اللي مش ماشي دي بتقولي عايزة تجوزها رسمي دي نصوبة ايه دي بقولك ايه انا لا عايزة اسمع سرتها ولا عايزة شوف فشها اصلا على فكرة انا مش مصدقة انت بالذات انا لا يمكن اتخيل انك تعمل كده قالوا ايه اللي جارولك فيه ايه يا ست جرالي اللي جارالي دماغي وعجباني كده انا مقتنع بانا بقوله انا عايزة تبقى امراتي ومعيالي ايه اقولك ايه هي اخيرها معايا ورقة العرفي وانتها الموضوع لك انا فاهمة لا مش فاهمة يا لواء مش فاهمة لانك انت كده بتظلم انسانة زنبها الوحيد في الدنيا انها صدقتك دايب اجازاها انت بالك محمولها ايه كده اكيد جاتلك وعيطيتلك وعميتلك الشوياتين بتوحها مانا عارفها كوي يا سيدي انا مش محتاجة الشوياتين دول اصلا انا مقتنعة جدا بكلامها على فكرة لاني حطيت نفسي مكانها مانا بنت زي زيها برضو على فكرة الموضوع اسعب من ما تتصور يا لواء ايوا يعني والمطلوب مني دلوقتي تتجوزها طبعا مش محتاجة كلام يعني البنت مش بعيد تعمل في نفسها حاجة وساعتها بقى زنبها يبقى فرقابتك بجد زنبها يبقى فرقابتي زنبها يبقى فقفاية انا مليش فيه لواء عشان خطري ارجوك ادي الموضوع اهمية اكتر من كده عشان خطري يا اخي ارجوك انت يا دينا ما تتكلميش معايا في الموضوع ده تاني خالص فهمت